موسيقى عاجل السجن المؤبد للمقاول الهارب محمد علي بقضية الزوكر موسيقى اصدرت الدائرة الاولى ارهاب بمحكمة جنات امن الدولة العليا طوارئ المنعاقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي ومية واثنين متهمة اخرين من شركائه بتهمت نشر اخبار كاذبة من شأنها التأثير على الامن القومي للبلاد والانضمام لجماعة اسست خلافا لاحكام القانون والدستور وهي الجماعة الارهابية الاخوان في القضية 1530 لسنة 2020 حصر امن الدولة العليا في القضية المعروف اعلاميا بالزوكر وعقبة المقاول الهارب بالسجن المؤبد وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوة المستشارين عصام ابو العلاء وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد دياء الدين المحام العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي ومية واثنين من شركاء في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة العليا والمعروف إعلاميا بالزوكر للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الاندمام إلى جماعة إرهابية وانشأت على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقاس تجدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لإغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسستها كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهمات وهي الاندمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحقاقت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية كما أمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على زمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية بعدما وجهت إليهم اتهمات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة نظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر